بعد ما أعلن زوجة الفنانة التونسية إيمان الشريف رجل أعمال المصري محمد إلسابور انفصاله عليها كان الأعلام بسفى مفاجأة للناس الكل الكل نسألنا على أسباب الطلاق المفاجأ هذا وشنية ردت فعل إيمان الشريف على خبر طلاقها لكن إيمان الشريف علقت بطريقة غريبة جدا على خبر الطلاق ووجهت الطلاقها رسالة قوية برشاء فيها تحدد زوجها وتحدد الناس الكل وبينت اللي هي إنسانة قوية برشاء وعمرها ما كانت لقي طيحها ولا يأثر في حياتها ولا في علاقاتها ولا حتى في خدمتها إيمان الشريف تحدد زوجها وعلقت على طلاق وهبتت على حسابها الرسمي وقالت صحصحني وفيق وأخطاك مريق وأخرج مذيق وأفرح وزهيها العيشة وأضافت في تدوينة أخرى وقالت تحبني وتعشقني وتموت عليني شي ما يقلقني ربي حاميني حكا حكيت على روح إيمان الشريف المساج متاع إيمان الشريف لكلهم عبارات مجازية تحدد الناس اللي شمتت فيها زادت حدد طلاقها وبما معناه أنه هي كانت في الضيق معاه وتوامش تفرح وتزهي العيشة هكا كان رد إيمان الشريف على تليقها أو قتله إلي هي مراقوية برشا ما تخافش وأعتقد أنه حاجة به برشا كي تكون المراء بعد تليق مش سهلة حتى ترف مرحلة تليق تكون ويقف على سقيها وتتحدى كل العالم بيش تواصل حياتها وتعيش مرتاحة هي أو ولدها أنتو ما أعطونا رايكم في كلام إيمان الشريف خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو وباش يوصلكم جديدة معنا لا تنسيش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس